في حلقة اليوم سأتحدث مع حضراتكم عن وحام الحمل ما هو وقت انتهاء الوحام وما هي أسباب حدوثه وما هي كيفية التخلص من هذا الوحام تابعونا للنهاية الوحام هو مرحلة من مراحل الحمل تصاب بها أغلب الحوامل وقد لا تصاب بها بعضهن إطلاقا وتتمثل أعراض هذه المرحلة بشعور الحامل بالدوار والغثيان المستمرين طوال مدة الوحام والسمة المميزة لهذه المرحلة هي شهية الحامل لتناول الأطعمة الغريبة أو الأطعمة التي لم تكن تأكلها قط قبل الحمل حيث أن الحامل قد تصاب بحالة تعرف باسم بيكا التي تأكل السيدة المصابة بها بشكل خارج عن إرادتها المواد غير الصالحة للأكل والتي لا تحمل أي فائدة غذائية للحامل والجنين على مدار مدة الوحام مثل الأوساخ والطين والمنظفات وغيرها من المواد التي لا تحمل أي فائدة حيث أن الوحام يكون منطبطا بنقص أحد الفيتامينات أو المعادن المهمة لجسم الحامل هذه المواد غير الغذائية قد تحتوي على مواد سامة تضر بصحة الحامل والجنين مما قد يجعلها تتداخل وتعمل بشكل عكسي مع المواد الغذائية الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة للحامل والجنين ويحدث الوحام عند الغالبية العظمى من النساء أثناء مرحلة الحمل مسببا التعب والقلق عند الحامل كما أنه لا يحدث أبدا لبعضهن أثناء مرحلة الحمل هذه المرحلة تكون فقط خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل إلا أنها تستمر إلى نهاية الحمل عند بعض النساء وفي حال استمرار الوحام يجب على المرأة الحامل مراجعة الطبيب إذ يصف على الأرجح بعض المكملات الغذائية لمساعدتها في الحصول على الفيتامينات والمعادن الناقصة في جسمها والتي تكون سبب في استمرار الوحام عندها ولا يوجد سبب واضح لحدوث الوحام عند الحامل لأن الكثير من الدراسات أوضحت أن السبب قد يعز إلى التغيرات الهرمونية التي تحدث في جسم الحامل أثناء الحمل والتي تعكس على رغبات الحامل الغذائية فتصبح محتاجة إلى المزيد من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية هذا لتزويد جسمها بالطاقة اللازمة وتزويد الجنين بالغذاء الكافي لينمو بشكل صحيح أو تكون علامة على نقص أحد العناصر الغذائية المهمة للحامل هذه التغيرات تخل بعادات الحامل التي كانت تتبعها قبل حدوث الحمل فمثلا الحامل النباتية أثناء مرحلة الوحام تشتهي اللحوم وتأكلها وهذا يدل على نقص عنصر أو البروتين لديها مما يجعلها تشتهيه لكن المشكلة تحدث عند اجتهاء الحامل ما لا يؤكل مثل الطين أو المنظفات أو البنزين أو معجون الأسنان أو غيرها تشمل أسباب الوحام ما يلي أولا تغيرات فيسيولوجية في هرمونات الغدد التناسلية المشيمية البشرية ثانيا تغيرات في هرمون الاستروجين ثالثا حساسية الحامل ناحية الروائح مثل رائحة الشواء أو رائحة زوجها أو رائحة بعض العطور وغيرها من الروائح رابعا الوراثة في حالات نادرة يلعب اثنان من الجينات المهمة المشاركة في تطور المشيمة وهما جي دي اف خمسة عشر وجي اف بي بي سبعة دورا في فرط التنسج هذا السبب الأخطر من أسباب الغثيان الصباحي إذ تكون عند المرأة الحامل مستويات عالية بشكل غير طبيعي من البروتينات في جسمها مما يسبب لها الغثيان أثناء الصباح ولا توجد طريقة حقيقية للتخلص من الوحام لكن فيما يلي بعض النصائح التي تساعد في تخفيف الأعراض المصاحبة للوحام أولا تناول ست إلى ثمانية واجبات خفيفة على مدار اليوم ثانيا الاستيقاظ والنهوض من السرير ببطء ذلك بالجلوس على حافة السرير لبضع دقائق بدلا من النهوض بشكل سريع من الفراش ثالثا ممارسة رياضة المشي البطيء بشكل منتظم لمدة لا تزيد عن عشرون دقيقة في الهواء الطلق مما قد يخفف من التفكير في الوحام ويساهم في الحفاظ على نشاط جهاز الدوران مما يعزز صحتي الأم والجنين رابعا الحصول على الراحة قدر الإمكان خامسا الاسترخاء وأغزقيلولة كلما أتيحت للحامل الفرصة حيث الإجهاد والتعب يزيدان من غثيان الصباح سادسا محاولة عدم التفكير في الغثيان قدر الإمكان ذلك بالانشغال بممارسة أي هواية أو نشاط ذهني سابعا تناول الفيتامينات الموصى بها من الطبيب قبل النوم ثامنا تجنب محفزات الغثيان التي تعلم الحامل جيدا أنها تسبب تهيجا عندها مثل رائحة العطور الثقيلة أو ركوب السيارة أو حتى بعض المؤثرات البصرية مثل الأضواء الخافتة وغيرها من الأسباب ثامنا عدم الاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة لأن ذلك يبطئ عملية الهضم ثامنا المحافظة على شرب المياه تاسعا المحافظة على تنظيف الفم والأسنان بعد تناول الطعام للتخلص من الأطعمة العالقة بين الأسنان وتجنب تعفنها مما يسبب رائحة كريهة في الفم وبالتالي الشعور بالغثيان عشرا تجنب الأطعمة الدهنية والحامضية والمجففة والحارة في الصباح أخيرا تجنب الأطعمة السكرية في الصباح ترجمة نانسي قنقر